اشتركوا في القناة بيبقالوا حلاوة حلاوة اكتر بالذات لو الزوجة مريضة بالذات لو الزوجة متعبانة وتكون انت وافق معها حاجة جديدة ايه حلوة اوي وعايزة نفس قوية ونفس صبورة ونفس مدركة حلاوة وقيمة الوفاء في القصة بتحكي انه هو راجل سنه في السبعين في اواخر السبعين من عمره ويعني صحته على قدها فتعور في ايده يعني صبعه اتفتح فلازم غرز ولازم جري على المستشفى وعمل الغرز بس لازم يزيل بقى الغرز بعديها بكم يوم ويتأكد ان الجرح سليم فراح المستشفى تاني علشان بقى يشيل الغرز ويتأكد ان الجرح بقى سليم وكله تمام لان الجرح في ايده يعني صعب شوية فوصل الراجل اللي في اخر السبعين راح المستشفى الساعة تمانية بالزبط فالدكتور تأخر شوية فهو بقى بدأ يعني يقلق جدا وفينا الدكتور وبدأ يسأل لغد ما الدكتور جاه والدكتور قال له انا سمعت ان الممارضات ان انت مستعجل قوي عايز يقوله يعني انت راجل يعني انت متقاعد يعني مستعجل كده على ايه فقال له بس ارجوك لو سمحت يعني بصلي على الجرح بسرعة عشان انا عندي معاد مهم جدا فالدكتور سأله يعني عندك معاد في وزارة ولا في حكومة عشان كده انت مستعجل فقال له لا بس انا رايح لدور الرعاية اللي جنب البيت علشان افطر مع مراتي فقال له تفطر مع مراتك في دور الرعاية طب وهي امراتك في دور الرعاية بتعمل ايه قال له انا مراتي عندها زهاي مر وعشان كده ما كانش ينفع تقعد في البيت او حاجة زي كده لانها ممكن تقرب في اي وقت هي قعدة في ضرعاية فالدكتور قال له طب وهو يعني مراتك هتقلق قوي لو انت تأخرت عن المعاد شوية فرد عليه وقال له لا هي مراتي اصلا ما عادتش بتعرف انا مين انه مراتي بقى لها خمس سنين ما عادتش بتتعرف على حد فالدكتور قال له طب وانت كل يوم لسه بتروح تاخد الفطار معاها الصبح رغم انها مش عارف انت مين ومستعجل دلوقتي على معادك الرجل ابتسم وقال له هي مش عارفة نمين لكن انا عارف هينا اذا كانت هي مش فكراني فانا لسه فكرها ياه هو الطبيب بيقول بكيت هو اللي بيحكي الحكاية للطبيب وفرحت اني لسه في وفاق حلوة اوي الكلمة اذا كانت هي معديتش فكراني فانا لسه فكرها اذا كانت هي مش عارفاني فأكرفها حد عنده الوفاق ده المرأة لما بتلاقي حد بالوفاق دو بتشعر بالأمان فعالم قل فيه الأمان خلي عندكم الوفاء بالذات مع الزوجة والأم عشان يفضل يفضل بسمة أمل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى شكرا